السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى لكم تكونوا كاملا بخير على خير و احوالكم طيبة هاد النهار ديال الحدقة غادي نصيبو فيه مسمن مورق بخلطة توريق رهيبة هاد الخلطة هادي ان شاء الله كتجيب المسمن مفروز كيف قلت بخلطة توريق رهيبة و المدق يا سلام يعني فيها التوريق و حتى المدق شوفوا معايا كيفاش دير المسمن ممكن نوضفوها حتى الملاوي الكمية ما شاء الله كتير ممكن ان نصيبو دفعة واحدة واحد كمية كبيرة و نخزنوها مرة مرة نصخنوه الوقت اللي بغيناه من الفطور او لا اللقوتي كيف قلت امسمن مورق بخلطة رهيبة وهاد النوع ديال الدقيق هاد اللي كنخدم لدقيق القمح الكامل ماشي من نوع ديال المسمن او لا الملاوي اللي انتيد جبدي وهو يجبد دائما كنقول هاد الكلمة يعني انتيد جبدي هو يجبد ما كيعجبنش هاد النوع هادة ديال المسمن او لا الملاوي شوفوا معي كيف اشدير اللون دياله و ما شاء الله فعلا كيستحق تجريبة يلا هنبدو على بركتي الله في الطريقة و المراحيل ديال هاد المسمن هادة اللي متأكدي و اللي ما اعتمد عندكم ان شاء الله وجاين فيه العديد من الاقتراحات يعني في هاد العجين او هادة او لا في نفس الخلطة اللي غادي نورقو بها هاد ناخد كمية ديال الدقيق القمح الكامل بالنسبة للدقيق يعني الكمية غير محددة كل واحد و كيصيب قياسه يعني عندي كمية ديال الدقيق القمح الكامل غادي ننضيف لها تقريبا واحد زلافة كبيرة ديال الفورس الحرش هذا ماشي دقيق الخاص بالحلويات او لا النوعية مزيانة هذا الفورس الحرش يعني فورس الحرش خاص بالمخبوزات ما كيكونش ارتب دقيق القمح الكامل عندي مطحون على اليد كمية كتكون بزايد ديال الدقيق القمح الكامل و كنزيد واحد زلافة ديال الفورس الحرش ممكن ديروا دقيق القمح الكامل بوحدته غير يكون مغربي مزيان و ممكن ديروا الفورس الحرش اللي معتمد عندي في القناة لي كيعطي واحد ناتجة زوينا جميع انواع المخبوزات يعني البطبوط المسمى الملاوي نضيف ليه كيف شفتم معي معلقة صغيرة ديال العسل كتبقى اختيارية شوش معلقة ديال زيت نباتية و الملحة و كان بداء عجن عادي بالماء ممكن يكون منوروبيني لما كانش الجو بارد ممكن تعجنه منوروبيني انا هنا كسرته بشوية ديال الماء يعني لان الجو بارد هكا باش ما تقصعش ديال العجينة وبالنسبة للعجين حاولوا انكم ما ترخفوش بزاف و في نفس الوقت يعني ما تقصحوش خصوصا ان القمح يعني كي تطلق ضغياء العجينة دياله ماشي بحل الفورس او لدقيق ارتب خاص بالحلويات كي يكون قاسح كان بقى دائما كيف نقول دائما ارشة و عركة اردوا البال اننا ما نقصحوش و في نفس الوقت ما يكونش ارتب بزاف لان الطريقة باش غدين نصيبوا و هاد المسمن هادا او كيفاش غدين نحتفظو به كي زيد اطراء و كيرجع ارتب العجينة و اللي ارتبه اكتر غير نديها و نجيبها بني دياله كيف كتشوفو معايا هنا باش تباليكم واضحة اكتر كيف قلت ما غديش ندلك هشي دليك كتير غير نديها و نجيبها بني دياله لان هاد النوع ديال فورس الحرش ضغياء كيتعجن و حتى القمح ضغياء كيتدلك اللي غدين يعطينا نتيجة زوية بحليلا راح نيدلكنا العجينة و عاودنا هو انني غدي نحتفظ بها في بلاستيك غدائي ضروري العجينة دياله مسمى نحتفظو بها في بلاستيك غدائي و من الاحسنين اللي بغينا نصيبو في الاشياء نوجدوه في الصباح و ندروه في بلاستيك بحل هكا ولا نخليوه يرتاح واحد ساعة على الاقل كي يعطي نتيجة زوينة شتو معايا انني در شوية ديال زيت نباتية في البلاستيك و دهنت نقلب العجين ديالي و سنصدق له بحل هكا و نخليه انا صيبته قريبا واحد ساعة و رجعت له كأنه تدلك يعني مزيان ولو اننا كندلكوه ضروري نخليه في بلاستيك كتعطي نتيجة زوينة من بعد ما دهنت الساعة قد ندهن هنا الارضياء ديال العمل بشوية زيت نباتية و نقلب العجين ديالي شوفوا معايا العجين كيفاش يولي فعلا كيجي اغزال و شوفوا معايا هد النبي يلات هادو او الفوقعات اللي كيبينو لنا ان العجين اره مدلوك سفي كم قندهني ديال شوية ديال زيت نباتية و كنشكل قريصات كل اخته تصايب لمسمن على القياس ديالها او لا يعني بغيتوهم صغار او لا بغيتوهم شوية كبر انا هندرتهم متوسطين يعني ماشي صغار و ماشي كبر هادو الفطور الصباح او لا ماشي مسممن اللي هو بلستيج او لا صغور هادو بلدي دائما كنت هن بزيت نباتية و كنحاول ان ننصيب القريصات يعني يكونوا مدهونين تهوما بزيت نباتية و مقدين كنحاولوا انني نقدهم من اللول عاد كنحتفظوا بهم المرة التانية و نخليهم يرتاحوا غير واحد شوية لان القمح او الدقيق يعني الفورس الحرش ضغيك يرتاح و ضغيك يتطلق ما كياخدش منه او لوقت كبير او لوقت طويل دائما دهنوه مزيان بزيت نباتية باش ما كدير شلينا العجينة القشرة و غدي نحتفظ به و نخليه شوية على جب من بعد كنرجع ليه اني ضغيك يرتاح و كتولي العجينة سهلة انها تطلق معانا انا شخصيا كاعجبني لمسمن او للملاوي بدقيق القمح الكامل شوفوا معايا كيف شرطاب و هنا عندي خلطة توريق الرهيبة هنا بما انني اعجنت بالقمح هذا عندي القمح ولكن في ديك سميدة ديال القمح يعني سميدة ديال القمح لا تفرد لكم ممكن ديال الفينو وهذا المكون هذا الذي يعطي نتيجة زوينة و الماضق يعني يعطي توريق و ماضق معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة او الحليب مجفف هذا الحليب مجفف او الحليب بودرة الكمية دياله ستبقى على حساب الكمية اللي درت انتوما ديال الملاوي يعني ان درز واحد معلقة كبيرة تكون عامرة مزيان يعطينا واحد لدة و واحد الماضق في هذا المسمن سنجربوه و ترضو علي الخبار رسم علقة ديال الخميرة كيموية او البيكين باودر او تقريبا واحد ربعة قرام و كنخلطهم مع بعضياتهم هنا عندي زيت نباتية و عندي الزبدة بالنسبة للزبدة حاولوا دائما اما كتديروا نوعية مزيانة اما كتديروا ديال العلبة غير حاولوا انكم مثلا الى دوبتوها تحيدوا من هذا المال اللي كيكون فيها لان الماء لا يخليش لمسمن يتورق صافي كنجي مباشرة اللي مسمنا اللولة اللي ارتحت انا هنا يراني بديد وبديد كنطلق في المسمنا اللولة كتشوفوا معي العجين ديالو كيكونوا رطب ما غديش يحتاج منا ذاك المجهود و ديال مقواننا نورقون جبدو من الليمن جبدو من الليسر لا و ما كدتت قبلنا العجينة غير كند هالأرضية بزيت ناباتية كنر شوية ديال زبدة و مباشرة الخلطة الرهيبة اللي هي ديال القمح مع الحليب مجفف او الحليب بودرة و كنديرو المسمن ديالنا عادي مطوي على 4 هنية الأخواتر عنا كنت خديمة جرحت الدية واحد شوية و كملت بـ كيف كتشوفوا معي الدرت اللي قد في دية ضروري كن كبكسوا الدينى بشي حاجة المهم باش نكمل دائما كنت نسرح العجينة ديالي و كيف قلت ما كتاخدش من شي مجهود كبير يعني العجينة ارتبا و طالقة برسها برسها المسمن مطوي على 4 يعني عادي توريق العادي اللي كنديره دائما أنا متأكدة بأن هاد الخلطة إن شاء الله غادي نجربوها وتردوا علي الخبار وما زال نشاركها معكم إن شاء الله مرة أخرى في اقتراحات عديدة يعني من هاد المخبوزات بحل هكا أو للمسمن أو للملوي نفس طريقة ديروها احتل ملوي الأرضية دائما بزيت نباتية باش هكا ما كتلسقش لنا لعجينة لأن الجو بارد يلاقصنا بزبدة لعجينة كتلسق لنا في الأرضية خلطة توريق الرهيبة كيف قلتي لما كانش عندكم القمح ممكن أنكم تديرو يعني الفينو أو لساميد ناعم جدا أنا كنفضل القمح لأن السميدة كتبقى تفرتت أنا بالنسبة لي كتبقى تفرتت ما كتعجبنيش ما كنوضفها بزاف إلا اضطريت كنديرها صفي كندير مسمنة وكنفرق بالبلاستيك الغدائي وكندير مسمنة حتى كنسليهم كاملين وصيبة الخير والبركة صفي كنجي هنا يا كندهن الأرض دائما شوية دائما زيت نباتية وكنبدأ نسرح في المسمن ديالي في هاد الوقيتة كيكون عندي المقلات دائرة هكا تسخن غير كندربوا عليهم غير شوية ما تورقوهمش بزاف لأنهم ديال القمح ماشي ديال دقيق الرطب ديال القمح دربوا عليهم غير واحد شوية هكا بالاستعانة بزيت نباتية أنا سرحت هنا تقريبا واحد استاديا للمسمنات وبدت كنطيب مباشرة لأنه عندي المقلات بعيدة شوية على طاولات العمل لهذا قرصهم قدامكم هنية شوية باش تشوفهم صافي كي قلت زيت عندي او لا عفوا المقلات ارع عندي سخونة صافي رب ديت انا كنطيب هنا لمسمن باش يعطينا طوري قزوين أنه نغير كنحطوها مباشرة كنرشو بشوية ديال زيت نباتية وكنقلبوها في البلاسة ما نخليوها حتك تنشف أني مباشرة كنبقوا أنقلبوها المقلة ديالي هنا كاتهزليا تقريبا واحد جوج ديال المسمنات كنبقى ندير جويجات وكنحط وغادي نشوفهم معايا عن قرب اكتر يعني من الدخل وانا اللي كي قهرني هي سخنية ديال المسمن او اللي ديال الملاويم كنبغين طيبهم ونوريهم لكم حال هكت قهرني سخنية ياربي تسمح علينا ياربي الحرارة ما كنقدرش عليها شوفوا معايا كيفاشكيت نفخ واللون دياله ما شاء الله كيجي واحد اللون فيه تهابي ما شاء الله شوفوا معايا كنحاول أنا نوريها لكم من الدخل وهي سخونة هدي نشوفوا معايا عن قرب اكتر كيف قلت الملاوي باش ما كيجيون فروقين ضروري انكم غير تحطوها وتقلبوها مباشرة غير حطوا اقلبوهم وعندي على جنب حط واحد الورق يعني باش كام قرحط فيه لمس من ديالي او للملاوي شوفوا معايا كيفاش كيجيوا فيهم واحد القرمشة اللي درتوا كمية كبيرة حاولوا انكم ما طيبوهمش كامل باش تديروا بحسب انكم كتعاودوا تسخنهم مرة تانية كيف قلت المضاق ديال هاد المسمن هاد هادي نشربوه وتردو علي الخبار اوكي قلت راني صايبت كمية كبيرة ماشاء الله باش هكا ممكن انكم تحتفظوا به بفطور صباح او لا القوتي واقفين واقفين خدموا خدمة وحدة يعني دي لواحد الكمية شوية بزايد وما تطيبوش بزاد فحاولوا انكم تخليوا القياس فاش غدين تسخنوا انا بعد الحبات هنا يرى اني ما طيبتهمش طياب كامل وكي قلت ماشي المسمن او لا الملاوي هادا اللي انتم متجبدو وهو يجبد هاد النقطة دائما كنأكد عليها وحتى ذيك سميدة اللي كتكون في الدخل ما كتكونش كتكون كتتفرتت كتبقوا بتاكلون توما كتسوسوا يعني هاد النقطة كنحاول انا دائما نوصلها ليكم لهذا كندير دقيق القمح الكامل هو اللي كنفرق به شوفوا معي كيف اجدير من الدخل كنتمنى كنتمنى اخواتي تجربوا ان شاء الله هاد المسمن هادا وهكا كنقدموه مع زبيتة بلدية او لمعا عسيلة او لزبيدة وبوحديتو امدوز راسو براسو كيف قلت كنتمنى اخواتي الاقتراح ديال هاد النهار يكون ناس تحسانكم ما تبخلوش عليها بوحد اللايك للتشجيع فضلا وليس امرا شكرا لكم على تشجيعات ديالكم شكرا لكم على تعليقات زوينا اللي كتخليوا لي مرحبا بالاخوات لانضم مجدد للقناة مرحبا والف مرحبا خليتليكم الراحة في امان الله